موسيقى 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 الموسيقى اعرفها ازاي ان الزبدة الجموس البلدي بتبقى يعني مش بيضها نصع قوي كده لكن اللي هي بتاعت الشركات بتلاقي الزبدة بتاعتها بتبقى بيض النصع الجامد ده وتعالي يلا عشان اوريك ازاي نسياحها اول حاجة كده انا طبعا لما اجيب الحلة لازم ان تبقى الحلة نشفة جدا ما فيهاش نقطة مية لازم ان بحتة كده وتنشف فيها وبعد كده بحط الزبدة في الحلة دول اتنين كيلو زبدة واهم حاجة اني تسيبها على نار هادية خالص هي تسيح براحتها علشان اولا ما تتحروقش معاك هي بقى تسيح براحتها سيبتها على نار هادية خالص هي وساحت كلها تماما من كده اديها تقليبة واللي على الوش دوك اللي هو ايه اللبن بتاع الزبدة عشان طبعا احنا هنا في مرحلة الايه اللي احنا بنسيحها وبردو هنا برضو على نار هادية خالص برضو سايباها شايفا بدأت اللي هي الرغاوة البيضة دي طبعا ما تشيليهاش خالص دلوقتي علشان دي في الاخر بعد كده بتنزل في قاع الحلة وبتبقى مرتى طبعا بتبقى حلوة جدا سيبيها برضو كده بس تقليبيها علشان ما تتحروقش معاك برضو سيبيها على نار هادية خالص علشان خطر تستوي معاك في ناس بتيجي تسويها باليادو بتسيح زي كده تحشال الرغاوة دي وتروح مع بيها في الاوالب يعني في العلب بتاعتها على فكرة الحركة دي غلق جدا لان هي كده الزبدة دي بعد ما بتسيحه وتبقى سامنة باش هتقعد معاك فترة طويلة هتبص بسرعة لازم ان تسيبي الحاجة لحد ما هقولك هي السوة بتاعها ازاي عشان خطر كمان لو قاعد معاك سنة كاملة او ستة الشهور والحاجات دي ما تبص معاك تمام وبرضو من الوقت اللي التاني بقلبها وعلى فكرة على نار هادية برضو ما اتعليش النار خالص شايفة بدأت تعمل فحرة ازاي في النص والرغاوة البيضة دي اللي هي بتروح عالجناب عشان هي كده دخل في مرحلة التسوية هي كده في مرحلة التسوية طالما عم يتلك الحفرة دي واللي هي على الجوانب كده طبعا اما بتبقى دخل على مرحلة السوة والحاجات دي لازم ان بتديها رشة ملح صغيرة يعني مثلا على الاثنين كيلو دول قولي مثلا ربع عالفة معلقة الشاي ربعها كده ملح بس دي بتبقى زي مادة حفظة لها اعرف ازاي اني السامنة بتاعتي او الزبدة بتاعتي بقت تقضحت وبقت صح اجيب شريح البطاطس ازاي دي كده واحطها في السامنة وهي بتتقضح لو فضلت في القاع بتاع الحلة يبقى هي كده لسه ما استويتش او ما بتطلع على الوش اعرفي كده ان هي استويت ديك للناس اللي هي مش عارفة ازاي تقضح السامنة او تعرف ازاي تجيبي شريحة البطاطس وتحطيها طبعا شايفة شريحة البطاطس غدثت تحت ازاي علشان خاطر طبعا السامنة لسه ما تقضحتش كامل لما بتتقضح السامنة كويس جدا علشان خاطر كمان ما تبص معاك لما تيجي تحطيها في العلب بتاعتها ما تبص معاك ومن الحاجات اللي انت لما بتسبيها على النار هادي خالص بتبقى مرملها معاك وحلوة جدا السامنة بالذات قوعد تسبيها وتنساها على النار من الوقت اللي التاني تعالي بص عليها عشان ما تتحروقش معاك شايفة البطاطسية بدأت تبان معايا هي وشايفة السامنة باقت شفافة ازاي خلاص كده الوقت الزبدة تقلبت سامنة وباقت شفافة جدا والبطاطس بقى خلاص كده انا مش عايزها كده خلاص والمرتة بتاعتي هي بص ايلا بحب اديها اللون شايفة الحاجات الاول هقولك على اول حاجة الحاجات اللي هي فضل اديك دي عادي خلص ادي اشيلها عادي علشان خاطر كده السامنة خلاص بتاعت تقضحت وكمان علشان خاطر تبقى رايقة معايا وهوريك برضو المرتة بص المرتة بكاعة الحلة شايفة اللون اللي هو البيش الغامق ده بتبقى كده علشان خاطر كمان انا بحب اضيفها على المش المرتديع من الحاجات اللي حم اضيفها على المش خلاص كده السامنة تقضحت معايا وعرفها ازاي لما تبقى شفافة معايا جدا كده زيما شفناها اهم حاجة بقى هنا في المرحلة دي لما تجيب البطرمان والافضل طبعا يكون ازايز يعني لازم ان تنشفيه كويس جدا شايفة من منديل كده ومتخليش فيه نقطة مية عشان الحاجات دي كلها بتخلي الحاجة تبوص معاك وبرضو شايفة لاي حاجة هتحطي فيها السامنة بتاعتنا الوقتي لازم ان تبقى ناشفة جدا حتى المغرفة اللي انا هغرب بيها لازم برضو يكون مناشفة كويس جدا انا بحب قوي تسريح الزبدة والحاجات دي وخاصة طب في شهر طوبة لو انت حابة يعني تجيب وتيبع عندك الخير ده انا صراحة بسمي الخير الفلاح اللي هي السامنة البلدي والحاجات اللي تربين عليها مع اهلينا افضل وقت تجيبيها فيها اللي هي اللي احنا في طوبة الوقتي ده عزها يعني لو انت عايزة تجيبي هاتي في الايام دي بالزبط والافضل كمان لما تجيبيها هاتي من واحدة انت عارفاها او واسكة فيها ان هي ما بتغشهاش او اي حاجة شايفة السامنة او الزبدة بعد ما تعمل البص بقت رايقة زاو شفافة وجميلة ما شاء الله اتمنى والله اللي انتو تجيبو حتى لو كيلو وتخليو عندكو ده خير قوي يعني ممكن تيضيفي منها مثلا للحلويات للرزو انت بتعمليه للبيت بقى كده والفول ياريت تدخلي لولادك الحاجات دي السامنة البلد والحاجات دي خير جدا وكمان بتمر على جسم العيال كده بتبقى حلوة اهلينا زمان امه وستي الله يرحمهم كلهم اجمعين كانوا بيجيبوا الحاجات ديك وتربين عليها وشفت المرتديك اللي هي طلعت منها عايزة بقى نصيحة هنا اقولك عليها في ناس لما بتجي تسيح الزبدة ديك وتخليها السامنة بعد كده بتفضيها في علبة السامنة اللي هي بتجيبها دي اللي هي الصفيحة دي طبعا انت لو عملت كده يبقى دي في ساعتها تستعمليها على طول ما تركنيهاش لكن طبعا لو في بطرمان ايزاز او في علبة زي كده دي عادي خالص وما تخفيش عليها واركنيها عندك برضو عادي في المطبخ او في دلاب المطبخ كده مفهاش اي مشكلة لكن لو في الصفيحة دي نصيحة مني ليك هي دوبت لو حطتي فيها استخدمها بسرعة لان هي كمان العلب دي بتصدي بعد كده فطبعا انت كده بوست حاجة جبناها يعني غالية وملهاش اي فايدة فانت دايما لما تيجي تصيحي زبدة زي كده هاتي يكون الموضبة البطرمان بتاعك او الحاجات دي كلها ازاز وكده عشان خطر تبقى ايه مطبخ معاك واتمنى طبعا انت كلكم اللي عايز الوقتي يجيب سامنة يجيبها في الايام دي اللي هي طوبة وده تسيحة وكمان لما تسيحها كويس دي كده مستوية جدا ومش هتبوز معايا انا طبعا يا رب اكون قلت كل حاجة تخص الزبدة وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة بقى لا ما تنسناش بقى في اللايك والشير ودوسي عالجرز عشان يسلك كل جديد من نجا لاشين